من عنوين نشر إلى تفاصيلها والبداية من جنوبي المحافظة أهلا بكم لا يزال سالكوء الطريق من النباع جنوبي صلاح الدين باتجاه بغداد يشكون معاناة معقدة في أشكالها تختلط فيها المطبات والتخسفات مع غياب الرقابة المرورية على طريق يعتبر الشريان الاقتصادية الأول بين العاصمة العراقية وباقي المحافظات أهالي صلاح الدين استبشروا خيرا بالحملة التي أعلن عن تنفيذها رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني وزياراته المتكررة لمدخل بغداد الموصل لكن التباطؤ في عجلة العمل قلل آمالهم يوما بعد آخر حيث لازلت الرحلة عبر التاجي أشبه بالمستحيلة رغم تراجع عدد شاحنات نقل البضائع باستثناء المخصصة لنقل الحصى من النباع المواطنون وسالكو الطريق من مختلف المحافظات يطالبون السودان بإشراف ميداني مباشر لإنهاء بقراطية القرار في ميدان العمل والالتزام بقرار الوجبات الثلاث لتسريع مراحل وتوقيتات الإنجاز بالاستفادة من الاستقرار لمنع التقاعص الذي بدأ يتسلل بطرق مختلفة